أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أنه تم الاعتماد الأكبر حالياً على الوقود الأحفوري من الغاز والمزوت فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء وأضاف مدبولي أن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تم استخدام كل إمكانيات الدولة من غاز ومزوت لتعامل مع الأزمة منذ يوم 17 يوليو الماضي أن مع ارتفاع شديد جداً لدرجة الحرارة عشان نقدر أن نشغل محطاتنا بأقصى طاقة ممكنة عشان تولد مع زيادة الاستهلاك الرهيب واللي احنا وصلنا لي أنا عايز أقول لحضراتكم وصلنا إلى أكتر من 35.5 جيجا أو اقتربنا من 36 جيجا استهلاكات في يوم واحد اللي حصل أن احنا استخدمنا كل إمكانيات الدولة من غاز طبيعي ومزوت المتاح موجود عندنا سواء في المخازن بتاعة وزارة البترول ووزارة الكهرباء للتعامل مع الموضوع لكن نتيجة للاستمرار احنا بنتكلم أن الموضوع لم يحدث ليوم واحد الموضوع حصل لمدة النهاردة لغاية واحنا وقفين أكتر من عشر تيام احنا وصلنا حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمزوت المتوسط بتاع العشر تيام الماضية إلى حوالي 144-146 مليون متر مكعب في اليوم ترجمة نانسي قنقر